الى اوروبا يدخل رئيس الوزراء بورقته البيضاء بداية تضع حجر الاساس المفقود اساسا في بيئة وارضية مستهلكة على يد الفوضى في العراق فالبناء الذي تهدمه قوى الخروج عن القانون يرد عليه الكاظم اليوم وعلى طولة انجيلا ميركل المستشارة الالمانية ليس مجرد توثيق للعلاقات انما الاستدامة تعيد الهدوء على الارض تبدأ بها الحكومة بعنوان الاستقرار الذي يفتح الباب امام التعاون للصديق والشقيق العنوان الرئيسي للمصافحة العراقية الاوروبية على طاولة العمل المشترك الحقيقي وهي تضاف الى تعاون عراقي صيني سابق يعمل الكاظم على ان تكون الوجهة الاوروبية اكثر نجاعة على الارض بدءا من اجراء انتخابات مبكرة تقول ميركل انها الورقة التي تعيد الثقة للشعب الاراقي بنظام السياسي عنوين براقة يحتجها الشارع العراقي اليوم تأتي بعد صافرات انذار اطلقها الكاظم بعيد مجزرة صلاح الدين وهو ما فتح الباب لاعادة دراسة اوراق الملف الامني فيخيط النوايا مع المانيا تتابعا لمسيرة بدأها منذ تسنمه زمام الامور وعلى رأس اولويات المشاريع الضرورية تستعد الحكومة للاعلان عن بدء المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي تنفذها شركة سيمينز الالمانية في مجال قطاع الكهرباء وهو تعطش دائم في الشارع العراقي نظرا لمعضلة خدمية تعيق الحياة اليومية في كافة مفاصلها محاربة الارهاب والتعاون لاجل اللاجئين والنزحين يد المانية تقدم ما لديها بمطلب عراقي ضروري يقابله اضاح رسمي على لسان الكاظمي حول طموح الحكومة بالاصلاح للنظامين الاقتصادي والمالي والقضيتان مترابطتان فالمستثمرون والشركاء لابد ان يجدوا ارضا سهلة مطمئنة لاعلان صفارة البداية المنتظرة منذ زمن شكراً لكم لاتفادي شكراً لهم شكراً بلدي شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة